بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة طلبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 34 سبع الخير على كل طلابنا الأعزاء سبع الخير على كل مدرس اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا واللي احنا كالعادة بستنين كل ملحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون في ديافتنا الأستاذ سيد عبدالعاطي وأستاذ اللغة العربية سبع الخير يا بستر سبع حمدور يا أستاذنا مشرفنا ربنا بارك فيك شرف لنا اللي احنا مع حضرتك وفي القناة معك الله يكرمك يا حبيبي لو عندك أي نصائح سريعة للطلاب بتاعتك اتفضل والله نستفتح بالله هو خير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح بيني وبين طلابي بالحق وهو خير الفتحين بنقول في البداية ان الطالب لازم يعلي سقف طموحه زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سألتم الله فاسأله من فردوس الأعلى فالطالب ما يبقاش كل تفكيره اللي هو عايز ينجح ويدخل كلية معينة لازم يكون سقف طموحه عالي زي ما المتنبئ قال اذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في امر حقير فطعم الموت في امر عظيم نعم ووجدنا برضو ان ابي القاسم الشاب وده شعر من شعراء مدرسة اقول له كان في ظل الظل والاستعمار كان بيقول سعيش رغم الدائي والاعدائي كان نصر فوق القمة الشمائي فنتمنى ان الطلاب والطالبات يكون عندهم طموحهم عالي بيرنوا الى مستقبل كبير الطالب لما يقول انا عايز انجح غير لما يقول انا عايز اجيب تسعين غير لما يقول انا عايز ابقى الاول على الجمهورية فكل واحد هيبزل مجهود على حسب الطاقة بتاعته وحسب الطموح اللي هو بيطمح اليه يكون الطالب نصر ما يكونش ارنب وهم عندهم السنادي طبعا المدرسة الوقعية عندهم نص النصور بيفرق بين منهج الطامحين ومنهج الخاملين فاما يكون نصر محلق في السماء واما يكون ارنب هيستنى مصيره المدجج بالموت فتمنى نصيحة لكل طالب وكل طالبة انه هو يرنو الى هدف عظيم يوصله طلاب بتاعتها تبقى كلها نصور باذن الله حالة مفاقية يا بسر برك الله فيك طلابي وطالبات النهاردة هكون عندنا موضوع بالنسبة لكم مهمة اوي هو درس المشتقات المشتقات العاملة والغير عاملة احنا النهاردة هنشتغل عن مشتقات العاملة فعشان اعرف يعني ايه اسم مشتق لازم الاول اعرفك يعني ايه اسم جامد ما ادخلش في درس المشتقات مباشرة فانا هفرق بين كلمة زي كلمة الشمس وكلمة زي كلمة مشمس تمام كلمة الشمس لم تأخذ من غيرها هي توضعت كده في اللغة ابتداءا لكن مشمس اتخذت من الشمس فاخد كلمة زي كلمة الصخر جميل وهد كلمة زي كلمة هنا او الحجر وهد كلمة زي كلمة متحجر تمام نجد ان زي يقولوا كده السائل بيخرج من الصخر نقول ان المشتق بيخرج من الجامد وان المشتق بيخرج من الجامد تمام يبقى لما اتكلم عن المشتقات هتكلم عن مشتقات عاملة مشتقات غير عاملة يبقى لابد اولا ان يدرك الطالب جيدا ان فيه فرق بين كلمة اسم جامد واسم مشتق احنا بندخل في الدرس على طول الاسماء المشتق لأ وانا لازم اعرفه ايه الفرق لما اقول له هنا ان هذا رجل عادل في حكمه تمام واقول له هنا عادل طالب مجتهد فهل عادل هنا زي عادل هنا اكيد لا يبقى هنا هذا رجل يعدل في حكمه انا اشتقتها من العدل لكن هنا اسم جنس فبالتالي ما يبقاش متشابهين تمام فلازم ان الطالب يدرك بداية ان فيه فرق بين كلمة اسم مشتق واسم جامد وهل كلمة الشمس وهي اسم جامد او كلمة الحجر او الصخر وهو اسم جامد يتساوى زي كلمة السعادة وهده برضه اسم جامد بس الفرق ان ده ذات يعني يدرك بالحواس اما ده يدرك بالعقل فده اسم جامد ذات وده اسم جامد معنى يبقى كده بداية قبل ما نبدأ ونقسم الصبورة حابب ان الطالب يعرف الفرق ان ده هيفرق ان الطالب يكون حافز ولا فاهم نحوه فاهم نحوه يبقى هيدرك الفواصل بين هذا رجل محمود اخلاقه ومحمود الاول على المدرسة مش الامور كده هتبقى شبه بعضها انا ما بناخدش بالشبه تمام طيب يعني ايه المشتقات يعني ايه مشتقات عاملة ويعني ايه مشتقات غير عاملة عايز اعرف يعني ايه مشتق عاملة دي اعتقد ان هي لكثير من الطلاب والطالبات عاملة عقدة من ثالثة اعداد لما خدوا اسم الفاعل اسم مفول وصيغة مبالغة خدوه في سنة ولا سنوي وبيقرر للمرة التالتة بيتشرح ويقول الطالب والطالباء يقول ان عقدتي اللي انا مش عارف يعني ايه عامل ومعمول استخرج اسم فاعل او اسم مفول او صيغة مبالغة وقال لي عن ايه عامل ومعمول انا فاقول مشتقات عاملة عاملة كده تساوي تعمل عمل الفعل سواء بقى كان الفعل ده مبني للمعلوم او الفعل ده مبني للمجهول اما غير عاملة تساوي ايه لا تعمل عمل الفعل والنحو مش قواعد كثير من الطلاب حافظين مثلا في المرياضة نظريات لكن ما بعرفش يحل المسألة وكثير من الطلاب يحفظوا قواعد في النحو لكن ما يحلش جملة ولا يعرف يبقى الموضوع بالنسبة لنا مش حفظ ولكن هو ادراك وفاه جميل فانا عندي هنا ان مشتق عامل يعني يعمل عمل الفعل يعني انا لما اقول هنا على سبيل المثال هقول هل تمام يستفيد الطالب من الحص الجزء ده مهم جدا 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 هيحل مشكلة كبيرة عند كثير من الطلاب والطالبات هل يستفيد الطالب من الحص لو بصنا على كلمة يستفيد ده الفعل المضارع والطالب هو اللي استفاد يستفيد الطالب من الحص ايه هو الفعل تعريفه عندنا الفعل هو من قام بالفعل او اتصف به مش الفعل اللي قام بالفعل يعني انا لما اقول هنا هل يشرح الاستاذ النحو الاستاذ قام بالفعل هنا وصفته ان استفاد تمام يما اقول كده هل ينتصر الجيش مش الجيش اللي نصر نفسه ربنا اللي نصره لما اقول انكسر الكوب الكوب ما كسرش نفسه ولكن وصفه بالكسب بيبقى الفعل هو من قام بالفعل او اتصف بالفعل ايه اللي خلى ده فاعل بسأل حضرتك ايه اللي خلى ده فاعل و ايه اللي خلى ده فاعل و ايه اللي خلى النحو مفاول ايه اللي عمل العملة دي فيهم يبقى لما اقول هل يستفيد الطالب لو انا خليت الطالب يا استفيد اصبح الطالب ده مفتدأ لكن لما اقول يستفيد الطالب ولما اقول يشرح المدرس اللي خلى الطالب فاعل وخلى 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 الاستاذ فاعل واننحو مفاول فيه عامل في الجملة عمل كده عمل العملة دي يبقى لما اجا اتكلم على يستفيد بقول ده الفعل كلمة الفعل في اللغة تسوي ايه العامل عشان كده اقول لي ايه مثلا اه العمل العمل يتقدم المجتمع يقول لي العمل ده ما اقول به لفعل محظف هو العامل العامل ده يقول لي اذكر حكم حاسف عامل ويبقى الطالب ما يعرفش ان كلمة الفعل يعني العامل طب ده عمل ايه خلى الكلمة دي فاعل ده المعمول جميل يبقى ده ده كده عامل وده معمول وكده ده كده عامل وده معمول وده معمول لما جا شيل بقى كلمة يستفيد وامحطت ديك مكانة كده مين مضمومة وقول هل مستفيد الطالب هي هي الجملة بالظبط اذا كان يستفيد الطالب الطالب دوا هيبقى فاعل برضو لما خلني الفعل اخلي اسمي فاعل هقول هل مستفيد الطالب يبقى ايه اللي خلق بص كده ان تعمل عمل الفعل يعني انا شلت الفعل وحطيت ما كانه مش طاق يعمل عمل الفعل فبقى ده العامل وده المعمول يجي وقل للطلب يستخرج اسم فعل ويعرب معموله هو حافظ ان اسم الفعل على وزن فعل او مين مضمون وكسر ما قبل الآن طب يا ابني فين معموله مش عارف اعرب معموله ما هو انت عشان تعرب معموله تفهم الاول يعني اسم فاعل عامل تفهم يعني اسم فاعل عامل العامل يعني يعمل عمل الفعل يعني انا بشيله وحط مكانه فعل يبقى عايزة اتاكد ان ده اسم حتى الجملة اللي كتبتها لحضرتك في الاول كنت بقول هنا هذا رجل عادل في حكم لما تيجي تشيل دي وتحط مكانه فعل تقول هذا رجل يعادل في حكم لكن لما قلنا عادل طالب محترم ما انفاش اقول يا عادل طالب محترم فيبقى الموضوع مرتبط اساسا بالفهم مش مرتبط بحفظ قواعد صماء مش هتستفيد منها حاجة تمام يبقى انا عندي اسم الفعل اهو عامل يبقى ما معنى مشتق عامل انا اشتقت مستفيد من يستفيد فعشان كده بقى اول حاجة من مشتق من اين من فعل مبني للمعلوم لكن لما تيجي تقول كده الطالب محمودة اخلاقه لما تيجي تشيل محمودة تقول الطالب حميدات اخلاقه بقى من فعل مبني يبقى المشتقات يبقى مشتقة من فعل مبني المعلوم يبقى مشتقة من فعل مبني للمجهول يبقى بداية الطالب لازمة يدرك يعني ايه مشتق ويعرف يعني ايه مشتق عامل يعني يعمل عمل الفعل يبقى لما شيله احط ايه فعل يبقى لما اقول لي فين معموله معموله اسم الفعل ده اللي عمل عمل ايه في الكلام اللي وراه عمل ايه في الكلام خلنا دو فعل طب ده لما اقول هنا هل شارحن الاستاذا النحو ايه ده ده شارح ده اسم ومن امتى الاسم اللي هو المفتدأ لما اجعرف شارح ده اعتمد على استفهام يبقى مفتدأ مرفوع ازاي مفتدأ مرفوع ورا فاعل انت يا جنين يبقى ازاي مفتدأ ورا فاعل ما المفتدأ ورا خبر يبقى ازاي مفتدأ ورا فاعل يعني يبقى انا كده ايه الطالب هيشك في نفسه ازاي يعرف ده فاعل فيقولك انا مش عارف يعني ايه معمول ما انت هتحط كده مكان شرح زهنيا هتحط مكانها يشرح تمام يبقى انت عرفت ان ده اسم فاعل هيعمل عمل الفعل اعتبروا بقى عقليا كده ان ده فاعل هو شكله قدامك اسم ده اسم فعلا ومنون والتنوين من علامات الاسماء فانا هقوله هنا هل شارحن الاستاذه يبقى الاستاذ فاعل فاعل ازاي ما هو فاعل لاسم الفاعل العامل عمل الفاعل المبني للمعلوم تمام يبقى كده الاستاذ فاعل طب ما الفاعل ده متعدي يبقى ليه فاعل وليه مفعول يبقى النحو مفعول به منصوب عالمة الناس لإيه طب لاسم الفاعل العامل عمل الفاعل طب ما انا عايز اعرف فين الخبر قال المعمول بتاع اسم الفاعل سد ما سد الخبر يعني برضو الجملة ما زالت الجملة ايه جملة اسمية ده مفتدأ طب فين خبر معمول اسم المفعول سد ما سد ايه الخبر يعني برضو كده يبقى ما يبتديش يبقى فيه توطر وفيه قلق مش عارف اطلع المشتق من الجامد مش عارف اطلع المشتق العامل من غير العامل مش عارف يعني ايه عامل ويعني اصلا معموله عامل ببساطة يعمل عمل الفعل يا اما من فعل مبني للمعلوم زي دول يا اما من فعل مبني للمجهور لاحظت حضرتك دلوقتي لما قلت مشتق عامل وكنت كاتب هنا غير عامل هيا كنت كاتب غير عامل لما تبص كده على كلمة غير عامل احنا قلنا هنا مشتق عامل زي ما شفنا كده هل شارحن الاستاذ النح حضرتك شلت كلمة شارح وينفع تقول هل يشرح يبقى ده عامل يبقى ده كده عامل لكن لما قلت كده بص الجملة دي مثلا محمد احسن طالب احسن ده اسم تفضيل على وزن افعل ينفع تخطي مكانه هنا حضرتك ينفع تخطي يشرح ينفع تقول محمد يحسن طالب او يحسن طالب يبقى غير عامل يعني لا يعمل عمل الفعل مع انه على وزن افعل من الفعل السلاسي الماضي التام المثبت المتصرف المبني المعلوم الطافر فيه الشروط اللي خلينا جيب منه اسم طفضيل مباشرة يعني انا اشتقيته ده مش اسم جامل ده اسم مشتق بس مش ينفع تخطي مكانه فعل انا كده مطالب ان الطالب اقول له احفظ لا انا دعوة للفهم افهم ان كلمة مشتق غير عامل يعني لا يعمل عمل الفعل هو مشتق لكن لا يعمل عمل الفعل لكن ده اسمه مشتق ويعمل عمل ايه ويعمل عمل الفعل ده كان بداية بداية ان الطالب يعرف يعني ايه كلمة مشتق ويعرف يعني ايه عامل ويعرف يعني ايه غير عامل طبعا عندي له مشتقات غير عاملة اسم التفديل اسم الزمان اسم المكان فده اسم مشتق غير عامل اسم الالة المشتق يعني انا ممكن اقول له حضرتك كده سريعا بقول الرجل مزيع الأسرار يعني الرجل بيزيع الأسرار طبعا لما أقول الرجل مزيع الأسرار أصبح الأسرار ما يفعل به ده مفتدأ وده خبر وده ما يفعل به إزاي ما يفعل به ونضمنا أصلا ما فيهاش فعل قال لك لأن ده كده مفعال صغة مبالغ تعمل عمل الفعلي يزيع الأسرار لكن لما فيجي تقول كده الرجل يحمل مزيع صغير إيه ده ده دي كلمة مزيع ودي كلمة مزيع بس هنا الرديو الآلة بقى ينفع أورا الرجل يحمل يزيع صغير ما ينفعش وحط الفعل يعني إحنا ما بناخدش بالشبه إحنا بناخد بالفهم إفهم هتحل صح ده كده مشتك عامل وده مشتك بس غير عامل لأنه لا يعمل عمل الفعل ده صغة مبالغة والوزن مفعال وده اسم آلة والوزن مفعال طب أفرع بينهم أجي في الامتحان عن نظام الحديث ويقول للمشتكين عاملين المشتكين صغة مبالغة المشتكين اسم آلة الأول صغة مبالغة والتاني اسم آلة أو الأول عامل والتاني غير عامل تلاقي الاختيرات وراء بعض الطالب تاية أنا مش عارف أختاري كلام شبه بعضه فتحصل الحيرة ويحصل الضروب ومش عارف يتماشى عن نظام الجديد كان الأول يقول له استخرج من القطعة مشتكة عامل وعرب معمول وخلص أو مشتكة صغة مبالغة ويقول وزنها كان الموضوع بسيط جميل يبقى النهاردة بعد المقدمة دي هنقول المشتكات العاملة المشتكات العاملة يعني التي تعمل عمل الفعل الفعل سواء إيه بقى فاكر سواء مبني للمعلوم أو مبني المجهول أو مبني إيه طب ليه مهمة دي لأن ده هينوع المشتك لو مبني للمعلوم اسم فعله صغة مبالغة مبني المجهول يبقى اسم مفاول يعني احنا بهمنا هو جبناه من أنه فعل طبعا جبناه من أنه فعل يبقى المشتكات العاملة التي تعمل عمل الفعل هنقول هنقول ثلاث حاجات أول حاجة اسم الفعل تاني حاجة سيغ المبالغة ثالث حاجة اسم المفاول ليه اسم الفاعل وسيغ المبالغة من الليل الأحمر لأن الاتنين دول من فعل مبني للمعلوم أما اسم المفاول ده مشتك من فعل مبني للمجهول جميل الاتنين دول عملهم واحد نعتبرهم حاجة واحد لكن هيختلفوا في جزء صغير طبعا يبقى لما أقول اسم الفاعل وسيغ المبالغة بنقول الاتنين دول كده الاتنين دول أسماء مشتك من الفعل المبني للمعلوم تدل على من قام بالفعل أو اتصف به بنزود في صغيرة المبالغة كلمة كده بكسرة قام بالفعل بكسرة يعني الكاذب غير الكذاب الكذاب بقت ايه في صفة ملازمة الناصح غير النصوح الغافر غير الغفار أو الغفور تمام الفاعل وسيغ المبالغة اتفق في المعنى واختلف في ايه اللي اختلف في الوزن الأوزن هتختلف اتفق 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 في ايه اتفق في ايه المعنى واختلف في ايه اختلف في الوزن يبقى انا كده هركز ان في حاجة اسمها معنى وحاجة اسمها وده ودي مهمة او بالنسبة لنا حطة بشرح طبعا اسم الفاعل ثلاثي وغير ثلاثي ثلاثي وغير ايه ثلاثي بس في حاجة مش عارف الطلبة كلها مدركاها ولا لا احنا ما بنعدش ما بنعدش حروف اسم الفاعل يعني ما قلش قاتل او صانع اربعة يبقى رباعي منتصر خمسة يبقى خماسي مستخرج ستة يبقى لا انا بشوف الفعل معنى كلمة اسم فاعل ثلاثي معناها كده انه من فعل ثلاثي يعني فعل ثلاث حروف ده معناه يعني غافر من غفرة وصانع من صنع ما بنعدش حروف اسم الفاعل وكذلك الغير السلاسي يعني من فعل غير سلاسي يعني لما حضرتك كده هتلاقي صانع ومنتصر عدد حروف اسم الفاعل اربعة لكن هو اسم فاعل ثلاثي يعني اسم فاعل من الفاعل صنع ومنتصر من الفاعل انتصر انتصر نعد حروف انتصر اطلع يبقى ده اسم فاعل من فاعل خماسي بس احنا الرباعي والخماسي والسداسي بنقول اسم فاعل من فاعل غير ثلاثي جميل بس هو في الغالب كده المتعرف عليه والاسم فاعل ثلاثي اسم فاعل غير ثلاثي بعد كده نشغل بقى الدماغ فهنقول ان اسم الفاعل من فاعل ثلاثي اربع حروف الحرف التاني لازم ان يبقى الف مد مع لهوش همز جميل اللي هو هو اهي صانع طب خليني دلوقتي قلت صانع قلت صانعون انا باشتغل على المفرد المذكر يعني هي لو جاية الرافعون راية الحق شيل الالف واللام والوا والنوت بقت رافع يعني استخرج الرافعون ده اسم فاعل لانه في الاخر هو من فاعل ثلاث حروف الرافعون من رافع جميل يبقى هي حتى لو جاية مثنة او جمع انا ببقى لي الاربع حروف دول يبقى ده كده في اسم فاعل من فاعل ثلاثي صانع يبقى ده كده لما جا شيله اقول هل صانعون المؤمن خيرا هل يصنع المؤمن خيرا المعنى ماشي احنا دلوقتي شغالين لهو هينشل كده على الوزن لانه عند كده بيقولني مثلا ايه الطالب شاكر ربه اقول الناس يطلب شاكر ربه ولا الطالب يشكر ربه طالب يشكر ربه يبقى هو شاكر ده هي اسم الفاعل يبقى الجملة الطالب بقى اسم جنس ده اللي على جنس الطلاب لكن اسم الفاعل شاكر يعني الاتنين ده طالب وده شاكر ده اربع حروف وده اربع حروف بس انا خدت الوزن ولا اخد الوزن والمعنى اخد الوزن والمعنى اخد الوزن والمعنى الاول هو هينشل على كلم الطالب وشاكر بعد كده نفهمه بقى اللي ارجع للمعنى ما تاخدش بالشبهه بس يبقى الطالب او صانع بقى اسم فاعل سلاسي يعني من فاعل سلاسي عبارة عن ايه اربع حروف الحرف التاني لازم ان يبقى ايه لو اختار حاجة غير كده يبقى غلطة يبقى لما يجي كده الطالب اللي هو بيحفظ بس بتقوله هنا قاتل الجيش المصري العدو الصهيوني هو ده قاتل ولا قاتل ده ايه قاتل ولا قاتل يعني فعلي ماضح يبقى اللي هيخدلي بالشبه غلط يبقى لازم ان يكون بيفه انا متاخدليش اربع حروف ما انا بقول اربع حروف عشين زنب كل طالب بقى يعديل اربع حروف الحرف التاني اه ليه في ام طلع ما انا بقوله لازم للشرط الاول هو اسمه ايه المشتقات اسماء اول حاجة قلت اسماء ولا افعال اسماء يبقى هو بيطلع لي اسم ما بيطلع ليش فعل مزهول يبقى مش اي حاجة عن ده كده فعل ماضي لكن انا بقوله اسم اربع حروف تمام الحرف التاني يكون الف ماد بعد الالف حرفي طب لو انا كتبت كده داعن كم حرف تلات لا اربع عشان الداعن التنوين اللي هو تحكي ايوه تنوين العوض اتشالت اليه الاسم المنقوس يحزى في الياء في حالة الرفع والجر ولا تظهر الا في حالة النص بقول داعيا فلما اقول هل داعن المؤمن للخير يعني هل يدعو المؤمن للخير اصبح دي اسم فعل يعني برضو انا بقوله الاشكال اللي ممكن تكون موجودة كده في عبارة وقوله اسم الفعل ويحطوله اربع اختيرات يبقى عارف ان دي كده اسم ايه اسم فعل لان في هنا التنوين مش هيكتب له الشرط يكون محطوط تشكيله في الجملة طب قدر كانت كده النقط ايه ضار مار طب فين الرابع ما فيه تضعيف اللي هي ضارر مارر شادد يبقى اسم الفعل هو اسم الفعل سلاسه اشكاله هي هتبقى بقى ايه في الجملة احنا زي بنخط المعنى احنا دي وقت تشغلين ايه على الوزن تشغلين على الود بنقول له خلي بالك ما تاخدش الامور بسطحية ما تطلع عليش افعال وما تطلعش اسم انت مش عارف هو اسم ولا فعل انت تأكدت ان ده اسم استنى بقى المعنى عشان تعرف اذا كان اسم فعل ولا لا ممكن يكون اسم فعل في الوزن لكن مش اسم فعل في المعنى مش هينفقى احط مكانه الفعل يبقى اسم الفعل ده سلاسه طب اسم فعل غير سلاسه قال لي غير سلاسه بيبقى بقلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الاخ يبقى يا امة اربع حروف الحرف التاني هيكون الف يا امة لازم ان اول حرف يبقى ميم مضمومة ومكسور ما قبل الاخ تمام لو رجعنا للجملة اللي كنا كتبنا كانت عندنا كلمة ايه يستفيد فقلت هل مستفيد لما تيجي تشيلها هتقول ليه هل مستفيد هتقول هل يستفيد يبقى فعل غير سلاسي لازما اسم الفعل يا امة اربع حرف الحرف التاني اللي هو صانع او داعن او مر او الكلام ده يا امة اول حرف ميم مضمومة ومكسور ما قبل ايه الاخر الطلبة اللي مستوها متوسط او ضعيف بيجي يقول لك مستفيدة فين الحرف اللي قبل الاخرين وصدح اللي بفغول الدال يبقى عليها ايه شدة لا مستفيدة دا 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 عليها فتح فتحة تبقى انا قلت مكسور ما قبل الاخر ولا مفتوح ما قبل الاخر مكسور ما قبل الاخر يقول لك دا مش اسم فعل وهو اسم فعل لانه نسي اللي انا شغل زي ما قلت عالمفرد المزك جميل يعني دي كأنها مش موجودة ايه تمام يعني لسه هو برضو اسم طب هو مش عارف يركز ينفع حط فعل مبني للمعلوم يبقى هو صح تمام يبقى كلمة مستفيدون الدالبا عليها ضم مه ماليش دا انا اخر حرف عندي الدال اللي هو اخر حرف في الفعل اللي هو الفعل يستفيد انا بشتغل على ان دا اخر حرف تمام يبقى مين مضمومة وكسر ما قبل ايه وكسر ما قبل الاخر طيب احنا كده قلنا الشكل اللي هيدور عليه الشكل اللي هيدور عليه يبقى لما اقول لي كده اسم الفاعل من ويجي يكتب لي يطقن ومحاطط لي كده هيبقى مطقن ولا طاقن مطقن ولا ياقن ولا مطقن مطقن يبقى دا اسئلة اللي هي المستوى الاول يعني اي حد المفروض بقى يجبها لان اعرف ان دا يو تمام اللي بقى لك الحسن فيها لعب لما انا كتبت كده هل ينسى هل ينسى الولد حقه هل ينسى ولما اقول هنا هل ينسى الزمان الاحزان اقول ان اسم الفاعل في ينسى وينسى زي بعض اقول كده اللي اتنين على وزن ناس ولا الاتنين على وزن منس ولا متناس ولا كل ما صبق صواب ولا كل ما صبق خطأ هنا بقى مش هشكل مش هشكل هي جاية كده هل ينسى الولد حقه وهل ينسى الزمان الاحزان الاولى ناس ناعد ليه لان المهم منسى اه تمام يعني تلات ايه تمام تلات حروب يبقى ارجع للقاعدة اللي هو هيبقى ايه على وزن فاعل على وزن فاعل وهشيل اليها عشان كان زي كلمة داعل انها اسم وانقوص يبقى انا دخلت كذا حاجة ايه وبعضها كده بدأت صعب بقى مستوى تاني او مستوى تالت في عرض الاسلة ولا امتحان هيجي على مزاجة ولا على مزاجة هيجي على ايه حسب ما المستشار يحط يبقى هنا كده هنا هيقول لي هل ينسى الزمان الاحزان مش هينسى هل ينسى الزمان طب لو هو عمل كده عشان يساهل عليه يطرى الطالب هيعرف ان الفعل لما يكون اليها عليها ضمة ان الماضي بتاعه انسى زي يتقن اطقنة ويخلص اخلصة يتقن اطقنة ويخلص اخلص وينتج انتاجة يبقى هنا كده ينسى يبقى المضارع منه ايه ده كده ده مضارع الماضي منه انسى تمام يبقى استاذناك بس يا سيد فاصل صغير فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله ينالكو بعد الفاصل مع مستر سيد عبدالعاطي فضلا مستر احنا كنا وارفين يا سيد احمد عبدالفاصل على ينسى وينسى وقلنا هنا ان الفعل طالما اليها عليها فتح يبقى ده الفعل الماضي منه ناسى يبقى كده ناسين جميل لكن هنا هل ينسى هيبقى الماضي منه انسى رباعي يبقى بنقل في حرف المضارع منه مضمومة هيبقى منسين يبقى كده مش زي بعض زي يرضي ويرضى يبقى هنا اراضي الاب عن ابنه يبقى هنا يرضى ايرضي الابن اباه يبقى مرضن الابن اباه الحاجات دي بقى هي اللي بتعمل لغبطة للطلاب اللي ما يبقاش عارف الفعل لا فعل ثلاثة ولا رباع فالاختارات هيضطر ممكن يغلق لكن لو فاهم فاهم الفرق ان ده فعل ثلاثة وده فعل رباع هيبقى اختياره اختيار سليم جميل كده احنا ما زلنا بنتكلم عن اسم الفعل السلاسي وغير السلاسي ما الصياغ المبلغة اللي صياغ المبلغة اتفقت في ايه اتفقت في المعنى واختلفت في الوزن تمام اتفقت في المعنى واختلفت في الوزن فلاقي هنا ان ايه لها اوزان خمسة مشهور نها اوزان خمسة مشهور اللي هي فعال مفعال فعول فعيل فعال الخمس اوزان المشهورة لصيغة المبلغة زي جبار لو جات جبارون جبارة مفيش يعني ايه مفيش مشكلة لكن الاساس الوزن بتاعنا هو زي ما قلنا كلمة مثلا مقدام المؤمن مفتاحه للخير مغلاقه للشر الرجل مزياع الاسرار على وزن ميفعال تمام او فعول غفور صبور شكور كميل سميع بصير حزر يقز ده ايه اسم مش فعلي يقز محايا جشع وجل فده الاوزان المشهورة ميه لصيغة المبلغة تمام لما ييجي يقول لي هنا الله غافر الزنوبة جميعا غير لما يقول لي كده الله غفار غفار الزنوبة تمام يقول لي المشتقين اسم فعل غلط المشتقين اسم فول المشتقين صيغة مبلغة الاول اسم فعل واستاني صيغة مبلغة يبقى انا بختار الاول اسم فعل عارفت منين نحن قلنا ان اربع حروف الحرب التاني الف على وزن فاعل على وزن ايه فاعل يبقى ده كده اربع حروف الحرب التاني الف بيبقى على وزن فاعل فاعل ده بيبقى مين مضمومة طب سيغة المبلغة القمس اوزان حافظهم بس ليا المعنى لان احنا كتبنا الرجل مزيع الاسرار غير الرجل يحمل مزيع صغير لازم المعنى ما اخدش الوزن بس جميع اخدش الوزن بس يبقى ده اسم فاعل ثلاثي وده سيغة المبلغة على وزن على وزن فاعل فاعل ممكن يقول لي كده الرجل يقز ضميره عند تحويل سيغة المبلغة الى اسم فاعل هتبقى ميقز ولا ياقز ولا مستيقظ طيقز ولا غير ذلك هل ياقز كم حرف ثلاثة يبقى حط الف في النص يطلع اسم الفعل ياقز ياقز مع ان هي غريبة على الطالب هتيجي في دماغه مستيقظ ما هو اسم الفاعل مستيقظ من الفعل استيقظ لكن ده ياقز ياقز ثلاث حروف تمام يبقى اسم الفاعل احط حرف جميل ما هيه تمام على وزن فاعل ولا مفعل ولا فعيل ولا مفعل 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 هادي شوفنا احنا عمالين درج ما بين مستويات الاسئلة في سؤال يبقى سهل قوي المفروض كل يجاوب احنا عندنا هيبقى في ستين او سبعين في المية للطالب المتاصل وتلاتين في المية يبتدى الطالب الفائد مش هيبقى عندنا المجامعة تسعة وتسسين والكلام ده احنا هيبقى ثمانين تسعين ده على نظام الامتحان الجديد هيبقى محتاج ان الطالب يكون بيفكر كواس او في كل سؤال ما يتعجلش جميل هيبقى كده خلاص احنا عرفنا شكل الاسئلة ممكن يبقى ايه وشوفنا الرجل مزيع ويه الرجل يحمل مزيع صغير حاجات شبه دي كده بنعرف نكون حفظين الاوزان وفاهمين المعنى دي مهمة جدا جدا حتى تفاهمين المعنى طب حضرتك شايف كده الرجل معوان لما حولوا الاسم فاعل معوان دي اقول عائن عائن ولا مستعين ولا معين ارجع للفعل الفعل من معوان يعين لان اقول هنا الرجل يعان ولا يعين صاحبه ولا الرجل يعين صاحبه يعين يبقى لازم ان يفكر في الفعل يعين اللي ايه مضمومة يبقى الفعل ده زي ينسي يبقى لازم ان يبقى رباعي يبقى انا هقلب حرف المدرعة مين واكسر من قبل الاخر يبقى افطر عين معين تمام من غير تفكير لازم ان هيقف غلط لازم ان يرتب افكاره مش هيحل كده بالبركة تمام يبقى هيختار كلمة معين الرجل معين صاحبه حاجة بقى كده مهمة هتيجي في الاسئلة يقول لي ايه اعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة قلنا بتعمل عمل الفعل او تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم بدون شروط لو محلاه بقل ده مهمة قوي 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 يعني لما اقول هنا الشاكر ربه يحبه الناس الشكور ربه يحبه الناس يبقى عندي هنا الشاكر ربه يحبه الناس يعني اسم الفاعل وصيغة المبالغة فيها الف ولام مش محتاجة شروط يبقى ده عامل يعني عامل تمام يعني الذي يشكر الالف ولامة هي الذي وشيل شاكر وحط يشكر ويبقى ربه هو المعمول يبقى ده العامل وده المعمول هي الذي يشكر هي هي الفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة الوزد لكن المعنى واحد تمام وربه برضه هو المعمول مفعول به مفعول به تمام يبقى في الحالة دي في الحالة دي الشاكر ربه يحبه الناس اسم الفاعل عامل ليه هيقولك لأنه محلى بقل ولا اعتمد على نفح ولا استفهام ولا مبتدأ هنختار لأنه محلى بقل هو هو نفس السؤال لوصيغة المبالغة جميل لو شلنا الالف واللام اتشالت الالف واللام لو متشالة لازم أن نحط نفح استفهام مبتدأ موصوف نداء يبقى نقول هنا هل شاكرayım الرجل ربه ده كده ما شاكرون الرجل ربه هل شاكرون الرجل ربه الرجل شاكرون هذا نه هذا رجل شاكرون ربه يا شاكرا ربك اللي هيمشي على اسم الفاعل هيمشي على صيغة المبالغة يبقى اسم الفاعل هنا اعتمد على ايه? لما تقول ده عامل ليه? عشان اعتمد على نافل. هنا اعتمد على استفهام. هنا اعتمد على مبتدأ. هنا اعتمد على موصوف. هنا اعتمد على النداء. لو دول تشالوا مفيش الف ولام. يبقى لا يعمل عمل الفعل. خلاص. طبعا. عشان يبقى عامل لازم يبقى ايه? يبقى كده. طبعا احنا كده اسم المخول هيبقى محتاج وقت تاني عشان الوقت كده بيضاهمنا بسرعة. فهنقول طبعا كده ايه? في ايه وقت تاني هنكمل اسم المخول بالاسئلة. ممكن يجي يقول لي هنا الرافعونة او الرجال الرافعونة راية الحق. محترمون. يبقى هنا اسم الفاعل هيقول لي عامل عشان يعتمد على ده كده صفة وده موصوف اعتمد على موصوف ولا لانه محلى بقال ولا لانه اعتمد على استفهام او اعتمد على مبتدأ طالما فيه الف ولا مليش دعوة اللي قابله موصوف. تمام? تمام. يبقى كده ان شاء الله هيبقى فيه تكملة بازن الله للمشتركات اسم المفهول عشان نفرق بينه وبين اسم الفعل. اتفاضل يا بسر سعي. احسن انت مستر. في نص دقيقة كده لو عندك اي رسالة سريعة كده للطلبة بتاعتك. نتمنى من الطلاب والطالبات اللي هما يفهموا النحو يحبوه لان مش هيقدر يتقنه وهو بيداق منه او مستغلسه. النحو عايز حد بيه حبه يعرف ان ضبط اللسان وضبط اللغة في اي مجال هو هيدخل فيه هيشتغل فيه عشان يقعد يستطيع التحدث مع اي حد لازم ان يضبط اللغة. النحو هو ضبط اللسان. تمام. فنتمنى ان للطالب يكسر الفجوة والخوف اللي بينه وبين النحو هيتفوق فيه بإذن الله. شرفتنا مستر سعيد. بارك الله. انا اتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقة القادمة بإذن الله. وتوفيق لكل طلاب العزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا. بشرة هامة لطلاب السانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريبا سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى. تبقى للنظام الحديث. تحت اشراف مستر احمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الان. الكتاب الاول. كتاب اللغات. مراجعة نصف المنهج. في اللغة العربية. اللغة الانجليزية. اللغة الفرنسية. اللغة الالمانية. واللغة الايطالية. الكتاب الثاني. كتاب المواد الادبية. مراجعة نصف المنهج. في التاريخ. الجغرافية. علم النفس والاجتماع. والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث. كتاب المواد العلمية. مراجعة نصف المنهج. في الفيزياء. الكيمياء. الرياضيات. الاحياء. والجيولوجيا. ثمانياتنا القلبية. بالتوفيق والنجاح. لكل طلابنا الاعزاء.